السلام عليكم مرحبا بالاخوة الكرام في هذا البت المباشر الليلي ان شاء الله للحديث عن موضوع الليلة هو توقع تشكيلة فريق نهضة بركان لكورة القدم في ديربي الشرق الحارق بالملعب الشرفي لمدينة وجده بحضور الجمهور طبيعية لحال نتمنى وتوفق الفريق نهضة بركان اللي عنده اكبر عدد من الانتصارات على الجار المولودية الوجدية اذا نقول توقع تشكيلة الرسمية التي من الممكن ان يدخل بها السيد طارق السكيتوي بطبيعة الحال اولا نجرد غيابات الفريقين نهضة بركان عنده غياب واحد رسمي وهو بكر الهلالي ومن لدواعي العقوبة ستة مباريات وعشر الاف درهم بعد احداث دار البيضاء يعني وما خلفته من قيل وقال اذا كذلك من المحتمل ان يغيب اضا مابا عند فريق نهضة بركان بعد تلقيه اصابة امام المنتخب الموريطاني عندما لعب كونتر افريقيا الوسطى وتمكن من انتصار هدفه اللي سفره ساهمة في انتصار المنتخب الموريطاني يعني اضا مابا حسب طبيب المنتخب الموريطاني قال انه خصه اسبوع راحة اذا اسبوع راحة ما يمكن لهش يدخل في تشكيلة الرسمية ربما احتياتي ما يمكن لهش يدخل في تشكيلة الرسمية اذا اتحدثنا عن بكر الهلالي رسميا واضا مابا في شك في الجانب الاخر المولودية الوجدية عندها غيابات وزنة عندها ثلاثة غيابات اولها المدافع الصلب عبدالله خفيفي وكذلك ادم المهاجم ادم النفاتي وكذلك عندها واحد اللعيب افريقي اذا ثلاثة الغيابات بالنسبة لرسمية بالنسبة للمولودية الوجدية وغياب واحد رسمي بالنسبة لفارق نهضة بركان واحد في شك اللي هو اضا مابا اذا من المحتمل ادخل السيد طارق السكتيوي مع المدرب المساعد حميد العمل بالتشكيلة التالية العروبي في حراسة المرمى وطبيعة الحال بعد التألق الكبير رفقة النادي ورفقة المنتخب وما فعله في الدار البيضاء واغادير ومباراية كبيرة للعروبي طبيعة الحال الحارس الرسمي لفارق نهضة بركان في انتظار جيشي فورسة ان شاء الله الحارس الشاب دينا الحمياني اذا رباعي الدفاع سيكون في الطروة محمد عزيز وكذلك من فلكاتو السنك هناك يوسف وضايو وكذلك اسماعيل مقدم بطبيعة الحال في الجهة اللي هنا سيكون القوليادور عمر النمساوي طبيعة الحال رباعي الواسط هو اللي فيه المشاكين اذا شكون غادي يكون في الوسط بلاس بكر الهيلالي في الجهة اليسرى مجيت عزيز شكون اللي غادي يكون في ذاك البوست انا اخمن يعني والتخمن ديالي غادي يمشي بنسبة 90% غادي يكون سوهيل ايشو وشكون اللي غادي يكون في حدا سوهيل ايشو في الوسط غادي يكون زيد كاروش وامل الكاس وطبيعة الحال غادي يكون العربي الناجي اذا ما يمكنش الكركاش يدخل رسمي لان كركاش ما يقدرش يلعب بلاست الهيلالي في الجهة اليسرى مجيت عزيز لان ديجا يجربوا المدرب وما يقدرش لديك البوست ورجعوا الجهة اليمنى واضطر المدرب في احدى المباريات ربما امام فوسا جينيور الملغاشي انه يلعب اضم حدا عزيز وما يلعبش كركاش اذا كركاش البوست دياله في الجهة اليمنى مجيت النمساوي وبطبيعة الحال غادي يكون المدرب مضطر انه يدخل ايشو امام عزيز بطبيعة الحال ولديجا لعب بها سيد طارق السكيتيوي ممكن في واحد الحالة انه يدخل الكركاش يعني فين غادي نديرو خمسة ديال وسط الميدان اذا يلا بغي يلعب يلا بغي يدخل بثلاثة خمسة زوج ثلاثة خمسة زوج بطبيعة الحال ربما ما غاديش يقدر السيد سكيتيوي يدخل بثلاثة خمسة زوج لان المولود ديالوج دياله تهي عندها الاجنحة وتهي عندها لعيبين واحنا الاجنحة ديالنا يعني ما يقدرش يوانطي ومباراة كاملة لان ربما سيد طارق سكيتيوي غري يكون مضطر ان يدخل بكات كات دو ولا كات كات طروا او ولا كات طروا او من بعد من يشجل له واحد الهدف او زوج او لا يقدر يبدل الطاكتيك البلوم باي ماشي مشكلة اما بش يدخل ثلاثة خمسة زوج مين المستبعد مين المستبعد خصوصا في ربما مين غاب بكر هلالي و اضامة با يقدر كركاش يدخل الى كانت تاكتيك دي الخمسة من ثلاثة خمسة زوج يكون ثلاثة في الديفونس وخمسة في وسط الميدان غالي نزيدوا معهم كركاش يعني تولي خمسة ولكن الشكول اللي غالي نخرجوه من الدفاع يعني واحد من الربع دي العزيز مقدم وضايوه غالي يخرج وغالي يكون وسط الميدان ثلاثة خمسة زوج نمشيو للاطاك الذي من الاكيد ان السيد طارق سكيتيوي غالي يدخل بألان تراوري هادي لا نقاشة فيها وغالي يدخل كذلك بحمداء العشير حمداء العشير اذا اكرر تشكيل الموته وقع بنسبة كبيرة زوير العروبي في حراسة المرمى كاين عزيز وكاين كذلك يوسف وضايوه وكاين مقدمه لنمساوي وسط الميدان كاين يشوف الجيهة اليسرى وحدها زيد كاروش والكاس والناجي الرأسي الحربة غالي يكون ألان تراوري وكذلك حمداء العشير طبيعة الحال هادوا مهاجمين بجوج بهم غالي يكونوا مزورين اللي غالي اللعبوا على المرتدات ونستغلوا السرعة ديال اللاعبين بطبيعة الحال اليوم كانت يعني خبر رسمي ان والد الجيهة الشرقية يعني اتاح امكانية لعب المباراة بالجمهور جمهور فريق المولودية الوجدية وكذلك جمهور نهضة بركان من الأوراق الرابحة اللي غالي تكون تاكتيكيا بالنسبة لسيد المدرب طارق سكتيوي ويستغل غياب خاصة غياب المدافع عبدالله خافيفي يعني له وزن في الدفاع في قيادة لأنه كابيتان قيادة المنظومة الكروية للمولودية الوجدية وغياب كذلك أدم النفاتي في الهجوم اذا من مفاتيح الانتصار بالنسبة لفريق نهضة بركان يمكن ثلاثة إلا هات ثلاثة كانوا في نهارهم فالفوز سيكون بنسبة كبيرة لفريق نهضة بركان أولهم ظهير العربي إلا كان ظهير العربي في نهاره فالفوز حالي في نهضة بركان كذلك عمر النمساوي بضرباته التابتة وصرعته وتمريراته تنهزوش وبقي واحد كذلك إلا كان في نهاره فراه الماتش ديال لأن هذا تبركان شكون هو ليه هو زيد كاروش زيد كاروش إلا كان في نهاره طابعة الحال غالي يكون من يردجه غالي وزع الكورات الآن حمد العشير بسرعة كبيرة من دفاع الوسط للهجوم وغالي يمكننا انتصروا في ديربي الشرق بطبيعة الحال إذا كاين اللي يمكنهم يحضروا في الحتيات بطبيعة الحال إلا كان جاهز يقدر يدخل في الحتيات باتريك كادو الزغودي أجراي عبدالله بلست العشير اللي يقدم مستويات كبيرة ويجروا كذلك اللي يمكن له يدخل إذا مجموعة من اللاعبين طبيعة الحال فرحان ما هدرناش عليه فرحان كذلك يقدر يلعب بلست بكر هيلالي مجيت محمد عزيز يقدر يدخل فرحان بلست شو يقدر يلعب بلست شو بلست فرحان عندنا احنا عطيناكم التشكيلة وعطيناكم التوقعات ديال اللاعبين طبيعة الحال هالتشكيلة غير تخمين وليست رسمية بطبيعة الحال وكل التشكيلات يعني كده كل آخر لحظة وفيها تغيرات وتغيرات وقراءات ومجموعة كذلك من الحواج تقنية ديال المدربين الكبار ديال كورات القدم طبيعة الحال أنا متفائل أنا متفائل بالنسبة للفريق نادة بركان خاصة أنه ليكون مؤاظر بجماهير كثيرة من بركان ومن خارج بركان أمام المولودية الوجودية في ديربي الشرق ديربي الأخوي ما بين الجيران بركان وجدة نظور حسيمة تورير جرادة يعني كين سيدي بوبكير كين ويد الحيمر كين كذلك المريجة إذن زيوغ إذن جيران جهة الشرقية بطبيعة الحال معروفة وكل يتمنى الخير للرياضة والأخلاق والسلوك وإن شاء الله نتمنى ونعطيه واحد صورة حضارية الرقي دي الأبناء الجهة الشرقية يعني ونعطيه واحد صورة كذلك الأخلاق دي الأخلاق دي الأنهضة بركان والفريق دي الجار دينا المولودية الوجودية وإنتمنى والخير إن شاء الله لعالي العادم غري يكون تنقل من جماهير البركانية ولي تكون استقبال من الجماهير الوجودية اليوم صباحا كانت واحد اللقاء ودي ما بين بعض الجماهير من مولودية الوجودية وبعض الجماهير من بركان لقاء ودي بلعب القرب بورتاس بكل روح أخوية كانوا تصور كانت حب صراحة شيء يعني يفرح ويتلوجه الصدر نتمناه ونشوفه في الديربي إن شاء الله اللي غري يكون مساء الأحد إن شاء الله بالملعب الشرفي لمدينة وجدة الصيد طارق سكيتيوي يعني في الظن ديالي واللي نتمناه أنه واحد السيستام يلعبه اللي هو الهجوم خير وسيلة الدفاع يكون من دافع يلعب بشكل سريع بريسنج على الخصم لأن الخصم عنده الغيابات مؤترة بريسنج على الخصم بريسنج على الخصم يبقى من بعد سترق سكيتيوي يلعب الكونتراتاك وغادي نتفائله إن شاء الله وغادي نقول لكم في فيديو الغد بشحال غادي ربحه وغادي تخرج إن شاء الله لك جميع المباراة نقول لكم غادي ربحه بهاك كالربحه بذلك النتيجة إلى اللقاء وإلى لايف الغد اللي يكون في نفس الزمان ونتمنى إن شاء الله تحضروا معنا وتتابعونا في اللايف وتبرتجيوه وديروا جامل قناة أنا بركاني ميديا كل شي للمعلومات واتساب انستغرام تويتر فيسبوك كل شي الكوردوني بيش تتصلوا بيا مرحبا لإخوان احنا أخوة احنا أصحاب وديما الروح الريادية وديما ديما خوا خوا ما بين جماهير نهدت بركان وجماهير المولودية الوجدية تحت شعار الروح الريادية أولاً وأبداً يعني الروح الريادية هي اللي تكون أولاً وأخيراً ونتمنى وتوفق للجميع وإلى اللقاء وإلى لايف الغد إن شاء الله السلام عليكم شكراً